أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مؤكدا أنها تأتي كترجمة حقيقية لقمة المناخ التي ستنعقد في مصر بداية الأسبوع المقبل أضف رئيس الوزراء خلال مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن العالم يمر بفترة شديدة الدقة والاستثنائية لم يمر بها على مدار عقود سابقة بعد أيام قليلة جدا من بدء قمة المناخ في مصر للمصر تستضيفها في فترة شديدة الدقة وشديدة الاستثنائية في ظروف يعني العالم كله ممرش بها قبل كده على مدار عقود سابقة ويمكن احنا قمة المناخ في مصر اللي حتعقد يعني ان شاء الله بداية الأسبوع القادم يعني واخد عنوان مهم جدا وهو يعني الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات اللي ممكن أن تسهم في الحد من ظاهرة التغييرات المناخية وعشان كده اعتقد أن هذه المبادرة الوطنية بتأدي ترجمة حقيقية لعنوان قمة المناخ الحقيقة هذه المبادرة وأنا بواجهة شكر للدكتور محمود لما بدأت الفكرة الحقيقة في هذا العام وبدأنا الخطوات التنظيمية لها وأعلننا عن اللجنة المسؤولة عن بدء تلقي المشروعات المقترحة الكلام ده كله كان في شهر مايو فاحنا عندنا فترة زمنية لم تتجاوز الخمسة أشهر عشان المحافظات تتقدم ولجنة التحكيم تشتغل وتنهي كل إجراءاتها شكرا